اهلا بحضراتكم من جديد النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للشباب اللي بيوافق يوم 12 اغسطس كل سنة المناسبة دي السنة دي بعد ما الدولة المصرية اطفت حماية واهتمام خاص بانها تمكن وترعى الشباب وترعى كمان النشأ وعملت على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم السياسية والثقافية والعلمية وكمان النفسية بالاضافة لقدراتهم البدنية والابداعية وانها تقدر تشجحهم على العمل الجماعي والعمل التطوعي وكمان يتم تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة عايز اقول ان من اهم التجارب اللي انت بتكلمي عنها يا منا تجربة تمكين الشباب السياسية تجربة تنسئية شباب الاحزاب والسياسيين خلت ان شباب كتير جدا يبصوا ان عندنا شباب نواب في البرلمان في مجلس الشيوخ شباب نواب محافظين شباب نواب وزراء شباب بقوا في مناصب سواء رقبية او تنفيذية على الارض بالفعل طب هل هم الشباب دول بس مقتصر الموضوع لا ده الموضوع بقى كيان والكيان ده كل يوم بيولد دفعة جديدة وكل يوم بيتقدم له مئات الالاف من الطلبات اللي بيتم فرزها جيدا حتى يتم استقبال دفعات جديدة كيان تنسئية شباب الاحزاب احد اهم الكيانات اللي فعلا خلقت عندنا نوع من انواع الوعي السياسي فيها كل الاحزاب السياسية من حزب النور لغاية حزب التجمع مرورا بكل الاحزاب اللي برالية او ما يعرف في علوم السياسة باحزاب الوسط فقرتنا النهاردة معانا مؤمن سيدة وعضو تنسئية شباب الاحزاب والسياسيين هيكلمنا عن هذه التجربة عن انضمامه عن استفادته من هذه التجربة وعن ايضا يعني نصائحه للشباب في اليوم العالمي للشباب اهلا بك من منور النهاردة في السورة سبع الخير واهلا بحضراتكم جميعا وشباب العالم كله يعني يعني خليني بس يعني استأذنك طبعا اوجه تحية لشباب العالم بصفة عامة والشباب المصري بصفة خاصة وفي الحقيقة ان الشباب المصري هو نموذج مشرف نموذج رائع يشرف كل دول العالم لما له من وعي ثقافي اقتصادي سياسي في جميع المجالات المختلفة بصراحة فدي كانت بداية يعني الحلقة اللازم اوجه التحية لكل شباب مصري بصراحة اكيد خلينا بداية كده نتكلم وانت موجود في الحقل السياسي تقدر تقول لنا فعلا وباللي انت لمسته بايدك بالفعل ايه اللي تقدر تقدمه الدولة اكتر من اللي هي قدمته لانها انا شايف انها قدمت حاجات كتير جدا للشباب فعلا في الحقيقة خليني بس يعني اوضح صورة كده هي حقيقة ولا احد يقدر يمكنها من قبل 2013 كان فيه الشباب كانوا قاعدين في مقعد المشاهد والمتفرج احتسبت للدولة ان هي انتقلت دي هذا المشهد او هذا المقعد من المتفرج الى صاحب القرار والمشارك في التنفيذ وده في الحقيقة كان خطوة جيدة جدا من بداية انطلاق السيد الرئيس 2016 عام الشباب والفرصة اتاحت لشباب الجميع كان يشهد كده الموقف والمشهد هنعمل ايه هل هيكون لينا دور في الفترة القادمة هل هو كلام في الحقيقة ما كانش كلام وخلاص جاءت تجارب كثيرة وكثيرة وعديدة ومنها التجربة الشبابية الناجحة المئة في المئة وهي تنصيكية شباب الأحزاب والسياسيين وكان شاهدت في الفقرة التسابقة زميلي في البرنامج الرئاسي وهو احد المبادرات الشبابية الرئاسية المهمة جدا من سرعة في الحقيقة ان تنصيكية شباب الأحزاب والسياسيين زي ما هيك قلت هي تشمل 25 حزب سياسي من مختلف الطيارات من اليسار اليمين الليبرالي تجمع النور كلنا نقعد على ترابيزة واحدة نتناقش نتحاور وفي الآخر بيطلع القرار الصحيح في صالح الوطن هل هي بس أحزاب لا هي فيه كمان سياسيين الذين لم ينتموا إلى أحزاب سياسية وهم مستقلين في شخصيات عامة وشخصيات عامة طبعا برضو والتخصصات مختلفة ثقافة رياضة إعلام كل المجالات في الحقيقة ان الواحد كان بيشوف تجربة نجحة من بداية تلقي انضمام الأعضاء لتدريبهم لتأهلهم كما كان سيد الرئيس الجمهورية يريد دائما كنا بنقول كده ما فيش شاب هيقدر يتمكن ويبقى ناجح لما يكون مؤهل ومدرب فبالفعل احنا بدأنا نعمل الكلام ده عندنا طبعا يعني خليني اتكلم شوية على نوابنا اللي هما بصراحة نحن نفتخر بهم في التنصيقية انا عندما رأيت في مجلس 2015 2020 نسبة الشباب وكانتش قوية وما كانتش كبيرة جدا كان فيه طموح عندنا ان نسبة الشباب دي هات تكون اكثر تمام في 2020 انا شاهدت زملائي النواب يحلفوا اليمين الدستوري في قاعة مجلسين النواب والشيوخ وكان لنا كل الفخر لدينا 48 من نواب مجلس النوابية 32 في النواب و16 في الشيوخ وللحقيقة انهم بيعملوا مجهود كبير جدا احنا نفتخر به ده على مستوى البرلماني في مجلسين النواب والشيوخ في الحقيقة في النواب المحافظين طبعا نفتخر بزملائنا النواب المحافظين بما يقدمونه من دور كبير جدا على الارض ملموس في الشارع وعايز اقول لحيك الحاجة دي بقى التكامل والنجاح هل زميلي نائب المحافظ بيقوم بيقوم بدوره لوحده احنا بنساعد معا ان دي تجربة شبابية لازم تنجح دي تجربة شبابية لازم الكل يساعد فيها علشان تثبت للعالم كله ان الكبابة السياسية عندما راهنت على الشباب وقدت الثقة ليهم ان هم يكونوا على ارض الواقع ويكونوا صحبات قرار لأ التجربة نجحت بينا وبفضل ربنا وفضل الكبابة السياسية نقدر نقول وجودك وسط شباب تاني بيبصلك ان انت عضو في تنسيقات شباب الأحزاب والسياسية بيخليك مسئول بيخليك قادر تتكلم ازاي بيخليك باصص للمواضيع ازاي خلينا نقول الناس كلها مش فاهمة ربما الدنيا ماشية ازاي في صناعة القرار السياسي في دولاب العمل الحكومي المصري مش فاهمينه والشباب كتير جدا ربما بينظروله بشئ من الاستغراب او الانتقاد انت لما تكون قاعد وسط شباب تانين بتتكلم ازاي اضاف لك ده طبعا عايز يعني اقول لحضرتك اني الشباب على مستوى التوجهات والايدولوجيات المختلفة ما بيكونوا قاعدين معانا بيكلموا طب انتو بتعملوا ايه طب انتو ممكن تساعدونا ازاي هل ليكوا دور على الحكومة هل المصالح الحكومية اما بتتأخر في تقديم مصلحة لحد او بتتعطل في حد هل انتو بيكونوا دور وبالفعل احن لدينا دور كبير جدا وبنوجه احنا عملنا صلونات سياسية كتير على مدار الايام الماضية عملنا حلقات نقاشية مع الشباب نزلنا الجامعات اتكلمنا معاهم ودي كانت صبق لنا في التنصقية ان هي تكون بين شباب الجامعات وتعرفهم يعني ايه العمل السياسي يعني ايه الحوار الوطني يعني ايه الحكومة بتقدم ايه احنا عندنا حكومة بتقوم بدورها في ظل امكانيات محدودة طبعا الشباب بيبقوا ليهم نظرة مختلفة ان عارف حركة حنا ايه الشباب خدوا على كل حاجة تلازم تعامل بسرعة كل حاجة لازم تيجي في اسرع وقت لا مفيش كده سيد الرئيس كان في توجهاته ان كل حاجة بتتعامل باكمل وجه خطوة بخطوة مفيش حاجة اسمها يلا بسرعة ونخلص ادام الحاجة لا فالحقيقة اني ده جزء من التدريب ده جزء من اعادة التعامل مع معطيات الواقع ده جزء بقى من التدريب اللي طلقه الشباب بحيث ان هو يبقى فاهم ما يبقاش مستعجل وخلاص بقى دلوقتي لو ايد في الشغل بجد فبقى فاهم انه ماينفعش حاجة تحصل بسرعة وبقى عارف ان الشغل على الواقع بيختلف خالص عن الامنيات والاحلام اللي كلنا نفسنا انها تحصل بس الواقع مختلف وخليني اضيف على السبت ده اللي بيتم بالفعل فيه تنصيكات شاب الحزاب والسياسيين عندما يتم قبول ضفعة جديدة بيتم تدريبهم وتأهلهم في كل الملفات سياسيا اجتماعيا اقتصاديا يعني ايه مفاصل الدولة يعني ايه دستور يعني ايه خطة اقتصادية يعني ايه موازنة لازم يكون الشاب عنده دراية بكل ملفات الدولة لازم الشاب الطموح الناجح اللي هو عايز يكون فيه موقع قيادي مميز لازم يعرف التفاصيل الزغيرة لازم يعرف الدولة بتمشي ازاي خطواتها ازاي مش اللي هو احنا بكرة هنعمل المشروع الفلاني فبكرة نعمل مشروع فاني لازم يكون فيه دراسة للقرار اللي بيتم اتخاذه وفي الحقيقة ده شادة مني كعضو تنسيكي شاب الحزاب والسياسيين بما يتم داخل دولاب العمل داخل التنسيكية وعضاءها وطبعا بقول لهم كل سنوهم طيبين ونكحين ودايما مشرفين شبابنا في مصر كلها واحد من بره التنسيكية يقول لك انتو ازاي بتاخدوا قرار وانتو كل واحد فيكو بلون سياسي مختلف عندكو حزب النور السلفي وعندكو حزب التجمع اليساري وما بينهما احزاب لبرالية كثيرة جدا على الارض مختلفة كلها في اجنداتها وفي توجهاتها السياسية ازاي بتتم اتخاذ القرار وسط كل تلاوين لطيف السياسي المصري خليني اقول لحقك ان دي كانت خطة من الخطوات المهمة اللي اثبتت نجاحنا الاختلاف ما بيننا ادى الى نجاحنا عايز اقول لحقك كده يعني داخل مثال بسيط كده داخل مجلس النواب كان فيه موقفين اثناء الاعلان الدستوري كان ممثل التنسيكية حوالي 7 او 8 اعضاء داخل المجلس ايام المناقشات والجلسات العامة لاستماع للرؤى المختلفة احد الاعضاء قام ورفض الدستور واتى بعد ايام نائب محافظ وحلف اليمين امام السيد الرئيسي الجمهورية وزميلها الاخر في المجلس ايد الاعلان الدستوري في مجلس النواب النواب ذات نفسهم ما بيكون فيه قرار مشروع قانون او تصويت على مشروع قانون بيقوم ممثل التنسيكية يرفض مشروع القانون او مواده وزميله الاخر ممثل التنسيكية يبدي برأيه بالموافقة هذا ما حد حدست عنه حضرتك احنا فيه بيننا توافق لا مش فهم مش فهم حقيقة احنا عندنا 32 عضوا مجلس نواب في المجلس مختلف الطيارات التجمع الاصلاح والنهضة حزب الجيل وهكذا ممكن ممثل حزب التجمع يقوم يرفض مشروع القانون حسب رؤيته الايدولوجية ورؤيته ان مشروع القانون ده مواده يتم التصويت عليه بالرفض ده ما رأى من وجهة نظره ويقوم ممثل حزب الآخر داخل التنسيكية بالموافقة على مشروع القانون ويصوت به بالموافقة عليه ده الاختلاف رح يجب تقوله بس في الآخر ليه وجهة نظر ممثلة عن رأيه ولازم يخترم عندما نجتمع على ترابيزة واحدة ويتم مناقشة أمر نهام الجميع يقول رأيه لكن في الآخر فيه قرار لازم نتطفق عليه نحن لا نختلف أجندة الوطن ده أهم حاجة نحن نتحدث على أرضية أرضية الوطن ده أهم حاجة يعني أنا كان زملائي ما كنوش متوقعين النزمنا اللي يرفض الدستور اللي سيد الرئيس الجمهورية هيمدى عليه ويأقره رفضوا بعد أيام قليلة أتى نائب محافظ وحلف اليمين أمام سيد الرئيس الجمهورية فالاختلاف زي ما كان لا يبسد الوطن قضي أهم حاجة نتطفق اتفاق تام على مصلحة الوطن ومصلحة المواطن طبعا ده مهم جدا يعني فده كان شيء مهم إننا نقعد مع بعض نختلف في الرؤى نختلف في الأفكار لكن نتطفق في النهاية على مصلحة الوطن بيتم في التنسيقية إن النقاش دايما إحنا زي ما بنوعي على نفسنا إحنا منصة حوارية نقعد مع بعض ونتكلم ونتناقش أفكار ممكن تبقى أفكار مهمة جدا وتطلع للنور واللي يكون نكترح بيها أحد الأعضاء الجدد اللسه منضم جديد فيعني التجربة شبابية أنا أو التشرف أن أنا أكون أحد أعضاءها أكيد سيدة الرئيس منذ توليه الحكم لم تكف ملاشدات وعن تمكين الشباب أو عن ضخ دماء جديدة واحد من المشكلات اللي عادنا كتير أو ينتكلم عليها الجهاز الإداري وترحل الجهاز الإداري وإزاي ما بقاش قادر يواكب المستجدات المختلفة لو قلنا إنه هيحصل ضخ بقى للدماء الجديدة والشباب تدخل بأفكارها وبطريقتها وبالفليكسابيلتي أو بمرنتها في الجهاز الإداري ده ممكن يفرق في شكل الدولة في الفترة القادمة طبعا مما لا شك فيه ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة أحد أهم التغييرات القادمة يعني وده بالفعل أنا إما بروح مثلا أي مصلحة حكومية وبلاقي شاب على وعي من التعلم والقدرة على التعامل مع المواطن بارتاح نفسيا فبنقل التجربة لحضرتك لو والله ده أنا روحت المكان الفلاني فيه شاب مختنم الفكر والتغيير مطلوب شو سمع المستجدات إحنا عندنا حكومة إلكترونية عندنا ده لازم كمية حاجات إلكترونية كتير جدا ما بقاش زي زمان عشان نطلع ورقة نقعد بالشهر والشهرين ونلف من أقصى البلد وعايز أولا حكرة حاجة كمان بصراحة أن بنامج التأهيل البنامج الرئاسي للتأهيل كان بنامج مهم جدا النهاردة علشان أمكن الشباب زي ما احنا كنا نتمنى أن التمكين يجينا فالفرصة جات لنا بس عشان أتمكن لازم أكون مؤهل لازم أكون مضرب علشان قدر أتعامل مع العصر اللي أنا فيه ففي الحقيقة أنا شايف أن أي دولة عشان تنجح لازم يكون عندها من الصفوف الأولى وكيادات من الصفوف الأولى وكيادات من الصفف الثاني والثالث عشان تدير احنا مؤسسات الدولة كبيرة جدا مو كتيرة جدا لازم يبد من التغيير عشان خاطر المواطن حتى يحس أن الموظف أو المسؤول في المكان الماء أو في الحكومة الفلانية لازم يكون على قدر من المستوى من التعامل جيد خليني النهاردة أقول لك أن الوزراء النجحين لازم يكون معاهم نواب مساعدين من الشباب أقوى عشان يقدروا ينجحوا المكان اللي هما فيه فطبعا نازم يكون في ضخ جديد أنا مع تغيير وإن أعطي الفرصة وعاية واحدة حاجة ده يحتسب للقرية السياسية أن إدوا الثقة للشباب فالفرصة قتلنا فلازم نستغلها ونكون على قدر المستوى أن نقول للقرية السياسية شكرا إحنا أدها ودود خليني معلش يعني أقول للسادتك على حاجة أنا حضرت للسادة الرئيس نادوة 2014 كان بيقول أتمنى ألاقي الشباب في مجلس 2015 دائما السادة الرئيس وهو على رأس القرية السياسية بيراهن وبيزق زي ما بنقول يلا خلوا الشباب موجودين في أي مؤتمر خلوا الشباب يوقفين في الصف الأولى وليه تحتسب للكرية السياسية أكيد على أي حال محدش يقدر ينكر أبدا تنسئل شباب الأحزاب والسياسين عملت حراك في المجتمع المصري بشكل عام وفي الحياة السياسية بشكل خاص في غرفتها البرلمان النواب والشيوخ بشكل كبير وفي أيضا الأجهزة التنفيذية بشكل أكبر شفنا نواب وزراء شفنا نواب محافظين شفنا نواب في مجلسي الشعب والشورى وشفنا أيضا شباب بيتم تأهيله حتى التحق بإحدى هذه الفرص وشفنا كل يوم بعد الآخر دفعات جديدة بتنضم لهذا الكانس الشبابي الوقت مؤمن سيد هو أحد أعضاء هذه التنسيقية نورنا النهاردة في السوديو صباح الخير مصر وكان حديث وممتع وجميل عن هذه التجربة الشبابية الهامة اللي أعتقد أنها تجربة بتدرس ضمن تجارب اليوم العلامي حاجة مختلفة وحاجة عملت حراق سياسي وحراق على الأرض بالفعل كنا محتاجينه ويمكن شفنا كمان ناس ازداد القدرة على تعاملها مع المستجدات على الأرض واستداد كمان التدريب اللي حصل للشباب دي أعتقد واحد من المميزات الكتير اللي شفناها فيه من أهم المميزات بصراحة أنه بنأهل ونضرب تدريب جيد جدا على أعلى مستوى لكي نكون قادرين على التمكين مؤمن سعيدنا بوجودك النهاردة نورتنا شرفتنا أهلا وسهلا شكرا لك